بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة اخرى بعد ما خلصنا الفاليديشن وقدرنا رجعها في الحالة بتاعتها مع الكود المناسب والاسلوب اللي احنا اتبعناه هنبدأ بقى نشوف ازاي نفاير الفاليديشن على الامبوت ونطلعها از اليرت او ممكن نعمل هنا زي مثلا اه اليرت دانجر كده ونحط في الريكوارمنت اللي احنا او اليرور او اليرور ماسج اللي طلعت لنا من الريديشن طبعا احنا اه بترجع لنا كل الديتا اه لو رحنا خليني هقول اضف كده واجيب ال اكس اتش ار فهيرجع لي هنا على طول الابجيكتز اللي فيها الديتا اللي هي زي ان الاسم والايميل والكومنت اه مطلوب وهكزا فبالتالي احنا هناخد بقى البيانات دي اه زي ما تعلمنا اخر مرة هنقدر بقى هنا نعمل لوب على كل الحاجة اللي عندنا على سبيل المثال انا هاجي هنا هعمل متغير وهسميه اه ارورس وهبدأ لوب على كل الديتا بس خليني هاجي هنا اقول ستيتمنت اف ان الارورس لنز اكبر من صفر يعني في اكبر من صفر او يعني في قيم هنعمل ايه نبدأ بقى نعمل ايتش على البيانات فهاجي هنا هقول ان انا عندي الارورس وهعمل عشان استقبل منها البيانات فعندي الكي تقريبا والفاليو فخليني احط الكونسل دات لوج وابدأ اطبع الكي والفاليو بحيس ان احنا نشوف الكونسل لوج اللي راجع لي فهعمل ريفرش نطلع الكونسل لوج بعد كده هعمل اضافة مفيش اي حاجة طبعة اه خلينا نتأكد هنا طيب خلينا نقول ان هي اف نوت يساوي نل اوكي ونبدأ مرة تانية نعمل ريفرش نعمل اضف قال ان هو مش لاقي الكي كي هنا كي اوكي طيب نعمل اضافة والفاليو اه طيب اه نعمل بقى ريفرش اتأكد انا طبعا مستعجل في كتابة الكي مش مشكلة فهنا طلعلي الكي وطلعلي الاري اللي فيها الليست اوف اه ارور ماسج تابعة كل حالة ممتاز جدا فبالتالي انا ممكن اجي في المنطقة دي تحت الكومنتز وممكن اعمل ديف واقول لكلاس الارت الارت دانجير وهقول ارور ماسج وهحط لها دي نون عشان ابدأ بقى اطبع جواها وبعد كده اعمل اه انابل لي الارور ماسج او اعمل لها شو فبالتالي ممكن اجي هنا في الاخر اقول ان ريموف كلاس دي نون اكي بعد كده بقى ممكن ابدأ اعب جوا يعني الارور ماسجي اجي هنا مثلا هقول لان انا عندي اه ارور اتش تي ام ال وهقول ان انا عندي بقى اه يو ال وابدأ بقى احط في الاخر تحت هنا عشان اضيف عليه كل شوية فهاجي هنا طبعا ده بالجابا سكريبت مع الجيكوري فطبعا هقفل التاج بتاعي وهاجي هنا بقى هقول الارور اتش تي ام ال ضيف ليه عليه ال ال اي طبعا انا محتاج اعمل لوب على الفاليوس اللي هنا اوكي فممكن كمان اجي اعمل ايتش مرة تانية واقول ان انا ممكن اخليها بالفور عادي ممكن اقول فور ان الفال لينس خلينا اجي هنا اول اقول الاي يساوي زيرو وان الاي لو كان اصغر من اللينس تري على الاي بلس بلس وهفتح كل براكتز بعد ما فتحت الكيرل براكتز هبدأ بقى اجيب الفال هين اجي هنا واطبع الفال واحط فيها الاي بالشكل ده فبالتالي هحتاج في الاخر ان انا هطبع جوة الارور ماسيج ال اتش تي ام ال اللي راجعيلي اوكي بعد كده نعمل سيف ونروح بقى نجرب نعمل اه طيب نعمل اضافة طلعوا لي بالشكل ده طيب فبالتالي محتاج بقى كل مرة ان انا هعمل اضف يختفي او يمسح الديتا اللي في الاليرت بعد كده اه يعمل هادن لي الارور ماسيج ففي في البي فور في البي فور سند انا هاجي هنا هاخد نفس ده واجي واقول ان انا عندي فضيل الاتش تعمل خليها خالية واعمل لي ااد لل اا دي نون امتاز فبالتالي كل مرة بقى هعمل واضيف اهو اضف بالشكل ده اضيف اهو كل شوية يقفلو وكده يفتحو في نهاية الريسبونس طيب عند الساكسيست لما يكون ساكسيست مفوض ان انا بقى برضو هنفز نفس الكلام ده بس همسح بقى الاتش تيميل وهااد اا اا وممكن اقول بقى او اعمل للبيج مش هتفرق يعني طيب فكده احنا جهزنا بطريقة سهلة جدا من غير ما يبقى فيه اا كتير من حاجات احنا بنختصر بس انت بقى عايز تبدأ تنسك اكتر وتحط حاجات اكتر ده ما يمنعش بس انا بحاول عشان بس نبدأ اا نعمل ااد للديتا في الاد كومنت على الكمنت ستيبل ونبعت النيوز اي دي ونقف لحد كده ونكمل في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته